مدير الإعلام والاتصال الحكومي عضو خلية الأزمة في كاركوك مروان إبراهيم في تصريح للرشيد أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لمنع انتشار كورونا بعد ارتفاع أعداد المصابين في المحافظة فيما بشرت مديرية الدفاع المدني بتعفير المناطق التي ظهرت فيها الإصابات كان هناك اجتماع موسع للجنة الأمنية العليا في محافظة كاركوك تم مناقشة ملفين أساسيين هو ملف تطبيق حظر التجوال وجهود مواجهة كورونا من قبل جميع القوات الأمنية وتشكيلاتها ودعم كوادر الصحة وأيضا مناقشة الوضع الأمني فيما يخص وضع كورونا في كاركوك شهدنا منذ أكثر من ستة أيام تصاعد في نصب أعداد المصابين في كاركوك وخاصة ما سجل لدينا في الأحياء الشمالية والشرقية للمدينة يوم أمس كانت عندنا الإصابة الأكبر في عموم المحافظة منذ ظهور الوباء في مطلع شهر آذار حتى الآن 12 إصابة كبيرة جداً هذه جاءت نتيجة التلامس الذي حدث من قبل أحد المصابين فبالتالي هم بالحجر وتم نقلهم في ساعة متأخرة من ليلة أمس إلى مركز التدبير الوبائي الأمور مستقرة صحياً لكن يبقى الحل الأمثل في مواجهة هذا التحدي من خلال الوعي والتثقيف والتعاون والالتزام بمقررات خلية الأزمة وتطبيق حضر التجوال كاركوك ستنهي ملف حضر التجوال إن شاء الله صباحاً يوم الأحد حتى الآن الأمور ستعود إلى طبيعتها تدريجياً صباح يوم الأحد من السادس صباحاً حتى السادس مساءاً وبنسبة الدوام 25% هذا ما جرى الاتفاق عليه إذا لم يكن هناك طارئ يتطلب أن يستمر هناك تطبيق حضر التجوال في المحافظة معلسف في أوالي الأخيرة خلال هالأسبوع المضى ظهر عالات كثيرة في محافظة كاركوك معلسف كثرة حالات عندنا ولهذا إحنا كفرقة دفاع المدني مدينة دفاع مدني كاركوك فرقة جائزية كاملة وقمنا بتعقيم دور المصابين قبل يومين واليوم إن شاء الله فرقنا قام بتعقيم أحد الدور أخرى بس أنا من قبل قناة رشيد من قبل قناتكم من المواطنين كاركوك للتلزام بتعليمات الصادرة من خلية الأزمة وأيضا التعليمات والإرشادات الصادرة من صحة كاركوك والتعليمات الصادرة من الدفاع المدني في محافظة كاركوك وهو كيفية الوقاية من هذه المرض فيروس كارونا وإجراءات تتخذ لا سبحانه عند شعوره بأي أعراض أعراض اللي يبين مصابوه حاليا